العجب العجاب عندما يأتي نظام مستبد ويريد أن يتحدث عن الديمقراطية ويزداد العجب العجاب أكثر أن يأتي نظام يكمم الأفواه يسجن الرأي الآخر يلاحق جزائريين بتهم الإرهاب المفبرك على مقاصي الاستخبارات ويحاضر على الآخرين في شرف احترام حقوق الإنسان بل أن القاسمة التي تقسم الظهر من شدة هذا العهر أكرمكم الله أن يأتي نظام يمنع على الجزائريين أن يعبروا عن رأيهم في الشوارع ولو حتى لتأييد بعض الأطرحات خوفا من الرأي الآخر ليطالب دولة الجوار أن تحترم حق المتظاهرين والمظاهرات وحرية التعبير وما إلى ذلك كل هذا يقوم به النظام العسكري في الجزائر نعم هو لا نظام هو نظام تجاوزاً وفي الحقيقة هو لا نظام ولكنه عسكري بمعنى الكلمة هذا ليس كلامي فقط نحن كجزائريين نعرف جيداً كنها هذا النظام وحقيقته بل هناك من وصفه بهذا الوصف ويتعلق بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو ولم يجروا هذا النظام على الرد عليه في هذه المسألة وطبعاً اعتاش على الذاكرة وتشبث بالتاريخ والشهداء كي يظلل الجزائريين ويضحك على أفقاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة